كان لابد ان بداية الخلاص تأتي من مصر وش معنى؟ لان فيه آية في مزمور 19 وانتوا بتقولوها في الأجبية وانتوا بتصلوا صلاة باكر جعل في الشمس مظلته عارفين معنى الآية دي؟ ولا لا؟ يعني ايه جعل في الشمس مظلته؟ مظلة عن الشمسية انا لما بمزك الشمسية عشان تحميني منين لا دا حطها في قلب الشمس إله تحديات جعل في الشمس مظلته عايز تعمل ايه؟ عايز اكسف اليهود اللي انا حميتهم وقتلت أبكار النصريين علشان انجي أبكارهم وهم لما تولد الابن البكر عايزين يقتلوه ومصر اللي تقتلت أبكارها ابلتوف واخفت جواها ويقول الرب أخفاني في كنانته تحدي تحدي على طول هو المسيح يسوع بتحت حديات عارفين لما كان داخل السامرة ورفضوا يقبلوه وجاي عقوب يحنى آخر نرفازة بيقول له احرق البلد دي احرقها عشان الناس تعمل لك ألف حساب لستوا تعلمان من أي روح أنتم ابن الإنسان لم يأتي ليهلك ليهلك بل يخلص وما قال انت ايه الأصل اللي قفل مش الناس اللي قفل السكة قدامي الشيطان صلت الناس قفلوا الباب وأنا قبلت التحدي وماشى وسابهم ولفت الأيام ويرجع السامرة ويفتح السامرة عن طريق وحدة ست من أكبر زباين إبليس ما هو ده التحدي امرأة سامرية اليهود يكرهون السامريين والسامريين يكرهوا المرأة السامرية لأنها مزواجة وفتح بيها الباب فده أمور التحدي يا أحباء جاي مصر ليه جاي مصر علشان أبين أن أنا أوري بني إسرائيل أنا عملت إيه وهم عملوا إيه حاجة ثالثة مصر إيه هي أن أقوى الشيطان لما قسم الشيطان لغاية النهاردة مقسم الدول والمحافظات والمراكز والقرى مقسمها على المملكة بتاعته كل دولة لها رئيس والدولة العظمى في العالم بيبقى هو رئيسها يعني هو يمسك قيادة الدولة العظمى والدليل على ذلك فاكرين دانيال لما قاعد يصلي 21 يوم أيام إمبراطورية فارس ومادي عارف جاله الملاك جبرايل وقال له إيه من يوم ما طلبت الأمر وانا طلعت بس منعني رئيس مملكة فارس اللي هو إبليس لأن دي كانت الدولة العظمى لما كانت بابل كان إبليس الدولة العظمى لما تكون اليوناني يبقى إبليس الدولة العظمى لما تبقى الرومان تبقى رئيس الدولة العظمى لما تبقى أمريكيا وبقى الشيطان هو ماسك الدولة العظمى عشان يقدر يهدد بها البلاد وجنوده وقادته في باقي البلاد مملكة منظمة عشان كده قال لنا بوليس محارباتنا ليست مع لحم ولا دم مع أجناد ومع سلاطين وعقوات يعني أشكال معينة ودرجات معينة فكانت الدولة العظمية مصر وإبليس كان ماسك وبيحط فيها الحكمة الكاملة بتاعته عشان كده مصر خدت حكمة إبليس بالكامل ودي إبليس حكيم لغاية النهاردة هو الحكيم وحتى موسى تدرب بحكمة المصريين بس ما نفعتهش قتل واحد وكان هيروح في داهية لو الهرب لكن راح البرية عشان يشوف الحكمة السماوية ألم يجهل الله حكمة هذا العالم فحكمة العالم أصبحت جهالة عشان كده أحبائي نلاقي ربنا عايز يبين أنا ما عنديش خيار وفقوس لما كانوا المصريين وسنيين وقفت ضدهم وقتلت أبكارهم ولما الإسرائيليين كانوا عايزين يقتل الإبن بكر رجعت مصر راح مصر تعمل إيه عشان أبرك أرضها وكل رجل طقته قدم المسيح بأدير أو كنيسة من الكنايس ويكون للرب مزبح في وسط أرض مصر ويقول مبارك شعبي مصر يبقى ربنا لما اختار إسرائيل لأن إسرائيل هو اللي كان بيعبد ربنا ومصر ما اختارهاش ليه كانت ماشية وراء الأوسان أصبحت مصر تقبل الإيمان وجدت وجدت من الذين لم يسألوني اللي ما دوروش علي والذين لم يسألوني ما سألوش فيها ده الأمم ده العمل الكامل عشان كده بيقوله من مصر دعوت ابني